اهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد من اسلوب حياتي. في الفيديو ده النهاردة بناء على طلب بنات حبايب قلبي لما عملت فيديو درداشة وشافوا الشمع اللي كنت حطاه يعني ومولعاه وكده. فطلبوا مني يعزين يعرفوا طريقته وعنا عملات ازاي. فانا مقدرش هتاخر عليكم ابدا في اي طلب. فالنهاردة هوريكم ان شاء الله طريقته وعاملات ازاي. هي بسيطة جدا جدا. بحتاج معايا هنا البرطمان الصغير ده. ده بتاع النسكافيه. بس الحجم الصغير بالشكل ده. طبعا شايلة الاستيكر من عليه بقى وغسلة كويس وكده وبخليه بالشكل ده عشان يبقى شفاف ويباين الحاجة اللي بنحطها جواه. ودول ورد مجفف لونين كده عندي الدهبي وعندي البنفسيج ده. او اي الوان طبعا على حسب الرغبة يعني اي الوان بتفضلوها. واي محتوى ممكن تحطوه في البرطمان اي زينة اي ورود اي شكل كله هيبان معنا. آآ فببدأ بقى احط الورد ولو كزا لون اكتر من لونين يعني. بنحط بالترتيب آآ شوية كده وشوية كده. بحس ان يدينا كزا لون. يعني كله بقى حسب الرغبة وحسب الحاجة اللي موجودة عندك. آآ بتقدر الترس فيه اي حاجة كله هيبان من برة. لانه طبعا زجاج بقى وشفاف وكده. هيبان معنا بالمرة. فهو هو كان بالشكل ده كده. بالشكل ده. اللون اللي بحطه بيظهر لنا من برة. انا عندي اللونين دول زي ما قلت لكم. وعندي هنا بقى الشمع اللي مدور ده العادي. اللي بالشكل ده طبعا ده كتير جدا وبيتبع في كل مكان دلوقتي. آآ فالبرطمان ده بالزات يعني النوع ده بالزات هو اللي على قده بالزبط الشمع عادي. يعني هنا في الفتحة بتاعته كده. بحط الشمع هنا كده. على قده بالزبط. وما بتنزلش ولا حاجة مسنودة هنا. اهي. بتدينا الشكل ده في الاخر. وطبعا بولع الشمع من هنا. الفتلة بتاعتها اهي. وبتحط بقى ديكور بيبقى شكله جميل جدا. ورومانس جدا. ساعات بقى بولعها على الصفرة في اي مكان بيدي شكل جميل جدا. آآ هو يعني بمنتهى السهولة وكمان حبيبة قلبي ام يوسف من العراق عرفت الفكرة على طول. وقالت لي في التعليقات. وقالت هو عبارة عن كزا وكزا وكزا. ما شاء الله عليك يا ميوسف شطورة خالص. وعرفت طريقة ازاي. هي طريقة سهلة يعني طبعا. بس عندي فكرة كمان بقى بعملها برضو. ده برطمان بقى اوسع برضو شهاي لقى اي استيكر عليه وغسلة كويس جدا. آآ وده اللي فيه ده اشر برتقان آآ آآ طبعا اشر برتقان جميل جدا جدا. فانا عامل ايه? حتى ده اشر برتقان امقشرها. ومق اشرها ازاي? بجيب البرتقان عندي بالشكل ده وقشارها عادية جدا. وباخد آآ الاشرة الخارجية الرؤياءة جدا زي ما يكون بنقشر بطاطس او اي حاجة. بتطلع معايا الاشرة دي. اللي فيها آآ اللي فيها ريحة البرتقان. مش عايزة برضو البيضة زي ما عملنا الكيكا كده. قلت لكم الاشرة آآ الملونة دي هي اللي فيها آآ الريحة والطعم بتاع البرتقان كله. فانا باخد الاشرة بس دي. مش عايزة اشر جامد ولا اخد الحتة البيضة دي ولا حاجة. هو الاش الاشرة دي بس. وبجمع بقى اشرة البرتقانة كلها في قلب البرتمان ده. بنملايه وممكن اشرة على فكرة او اشر لامون. يعني الحمديات دي كلها بيبقى ريحتها جميلة طبعا. وبتدي ريحة جميلة قوي. فانا هحتاجها مش لمجرد الشكل بس. هحتاجها يعني في ريحتها كمان. هحتاج ريحتها. اقول لكم ازاي دي الوقت. خلاص انا اشرت البرتقانة بالشكل ده. اخدت اللون بس بتاعها اللي في الريحة. وفي كل حاجة. والطبقة البيضة دي مش عايزها. طبعا بعد كده نقشرها ونقلها. ما تتريمش ابدا عشان حرام. كده دول الوقت اشرين برتقانة. برتقانتين يعني مواخد اشرهم. آآ فشكلهم من برة بيبقى كده شكلهم جميل برضو في نفس الوقت. وزي ما بقولكم انا آآ مش هحتاج الشكل بس. انا هحتاج كمان الريحة بتاعت البرتقان. فبعمل ايه? بجيب برضو نفس الشامعة دي. نفس الشامعة اللي استخدمتها في البرتمانات دي. هي هي. وطبعا القعدة بتاعتها دي معدن. فاحنا بنعمل ايه? بنحط كده في وسط البرتمان. بالشكل ده. بنسنده على القشر نفسه. يعني احنا عايزين البرتمان يبقى واسع كده مش صغير زي دول. علشان نسنده على على القشر البرتقان نفسه. وبعد كده بنولع الشامعة. فاي اللي بيحصل الشامعة لما بتسخن. كده. كده بالشكل ده. الشكل بيبقى جميل. جميل جدا. واي اللي بيحصل كمان ان الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بيطلع لنا ريحة البرتقان في المكان يعني بيبقى شكل جميل وريحة جميلة في نفس الوقت يعني بننتظر كده الشمعة تسخن بيسخن المعدن بتاعها المعدن ما يسخن وهو ملامس البرتقان نلاقي ريحة البرتقان طلع بقى او لمون او او اي بقى حاجة من العطرية الجميلة دي زي ما بقول لكم كده بيبقى شكل جميل وريحة جميلة ودي فكرة تانية آآ غير دول. وده كده شكل الشمع بتاعنا لما بنور بيبقى شكله جميل جدا. اهي البرتمانات اللي كنتم اولعها في اه مولعها الشمع بتاعها في الفيديو اللي فات. وده الفكرة اللي قلتلكوا عليها. بتطلع علينا روحة البرتقان بدأت تطلع اهيه وتبقى ريحتها جميلة بتملى المكان مع المنظر الحلو ريحة حلوة برضو في نفس الوقت. وفي فكرة كمان على على نفس يعني نفس الشكل ده بدل كشور البرتقان او اللامون او كده. اه حبوب البن. حبوب البن الكاملة. انملى بها البرتمان برضو او نصه. ونحط نفس الشمعة دي. هي هتسخن المعدن بتاعها. يسخن الحبوب البن. وريحة البن تملى بقى المكان برضو. اللي بيحب ريحة البن يعني زي. او بقى الكشور الحمديات دي برضو بيبقى ريحتها جميلة. وده لو قفلنا النور بيبقى كده شكلهم. جميل برضو رومانسي جدا. لو على ترابس السفرة او في اي مكان انت حابة منظر جميل كده ومنظر رومانسي ويهجي الاعصاب شوية كده. اه وبس يا رب كن الفكرة دي عجبك وقدرت افتتكم ان شاء الله وتكونوا استفدتوا منها فعلا وتنفزوها. اه وتقولولي ايه رأيكم فيها. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا معايا في القناة. عشان تنوروني بيقى فيها ان شاء الله. واستنوني فيديو جديد من اسلوب حياتي مع السلامة. ترجمة نانسي قنقر